صوت البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة بمنح ثقة لحكومة هشام المشيشي وتضم حكومته التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة منح ثقة للحكومة الجديدة يأتي للمرة الثالثة في أقل من عام للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينظم إلينا مباشرة عبر سكايب من تونس العاصمة السيد عماد الخميري رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بتونس كذلك الناتق رسمي باسم حركة النهضة مرحبا سيد عماد وشكرا على قبول الدعوة أهلا وسهلا بي كمال ومرحبا بكل مشاهدة للمغوك نعم كما قلت سيد عماد في البداية هذه الحكومة هي الثالثة في أقل من عام واحد ما هو تعليقكم على هذا وعلى ما تدل هذه السرعة الكبيرة جدا في تواتر وتعاقب الحكومات في تونس على كل هو تواتر الحكومات في تونس هو مشكلة من المشكلات الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ الثورة منذ 2011 وهذا ناتج على النظام الانتخابي الذي استصحبناه منذ فترة التأسيس لكتابة الدستور كان تم اختيار نظام انتخابي لأكبر البواقي وهو الاختيار على نظام أكبر البواقي لإيجاد برلمان فيه فوسي فوسي من الأحزاب والعائلات الفكرية والسياسية من أجل كتاب الدستور لا تهيمن عليه عائلة فكرية سياسية وحزبية واحدة ولكن للأسف الشديد هذا النظام الانتخابي تم استصحابه لانتخابات 2014 وكذلك 2019 مما أشهد مشهد في البرلمان فيه الكثير من التشتت وفيه الكثير من التنوع وهذا المشهد لا يستطيع من خلاله حزب أن يشكل الأغلبية التي تمنحه الحكم وتمنحه منظومة الحكم المستقرة فهذا هو أحد أسباب حلال التجربة التي تعيشها تونس وتحسد عماد قلنا رغم التصويت بمنح أثيقة حركة النهضة أبدت تحفظات على هذه الحكومة وعلى تركيباتها باعتبارها حكومة كفاءات وليست حكومة سياسية هل كان تصويتكم أو منحكم أثيقة لهذا الحكومة خوفا من أن يقوم رئيس بحل البرلمان والأعلان عن انتخابات مبكرة؟ لا هو الرئيس أعلن أنه لن يحل البرلمان ولكن النهضة منح تثيقة لهذه الحكومة رغم إبداء كل التحفظ حول مصار تشكيلها لأننا نحن رأيناها حكومة سياسية ورئيس المكلف رأيها حكومة تكنقرات وأبدأنا التحفظ أيضا على عناصر في وزارة المشيشي بدت فيهم غياب الاستقلالية وبدت فيهم أيضا تواضع الكفاءة ولم نشارك مع الرئيس المكلف سيشان مشيشي في وضع البرنامج ولكن النهضة اختارت في النهاية أن تصوت لهذه الحكومة وأن تمنحها أثيقة وذلك لتجاوز حالة الشلال الحكومي نتاج استقالة الرئيس ليس الفخفاخ وهناك حالة من الشلال في الأجهزة الحكومية الآن ولذلك نحن ابتعادا عن منطق الفراغ والشلال الحكومي رأينا أن نصوت لهذه الحكومة وربما أيضا تجنيبا للبلاد لحالة الفراغ ولحالة التأويل الدستوري ربما في صورة عدم منح الفيقة لهذه الحكومة لكل هذه المصالح التي رأتها حركة ناظها راجحة صوتنا لحكومة السيد هشام المشيشي ومنعناها الفيقة ونريد أن تكون هناك مصار لبناء الفيقة مع الرئيس المكلف من أجل أن تكون هناك خدمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد نعم إذن هو تصويت على المنشود ربما وليس الموجود هو تصويت للمصلحة النهضة قدرت مصالح البلاد أن ينبغي أن يقع تجنيب الفراغ في هذه اللحظة بالذات وينبغي أيضا أن نجنب البلاد في غياب محكمة دستورية كل ذهاب إلى مناطق رمادية لا يمكن أن يكون هناك هيكل يقضي في المسائل الدستورية في صورة وقوع فراغ دستوري لقدر الله ولذلك المصلحة رجحت فكرة التصويت لحركة النهضة تصويت لهشام المشيشي ونأمل أن يجد الدعم ونأمل أيضا أن هذا الرئيس سيهشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف يبني عناصر الفيقة مع الأحزاب لأننا ما زلنا نصر في حركة النهضة أن الديمقراطية لا تبنى إلا من خلال الأحزاب وأنه لا حكومة قادرة على خدمة مصالح البلاد إلا الحكومة السياسية التي تستند لنتائج الانتخابات التي قام بها الشعب في 2019 أعود بك إلى نقطة الانتقادات التي طالت الانتقادات التي طالت وزراء حكومة المشيشي سيد هشام المشيشي استنكر اتهام بعض أنواب له بخيانة الرئيس قيس السعيد الذي كلفه بتشكيل هذه الحكومة وقال أن هذه الاتهامات ربما لا معنى لها كما رفض اتهامات أحزاب أخرى بأن حكومته تضم وزراء تحوم حولهم شبهات فساد تعليق حركة النهضة على هذه الاتهامات سيد عيمات لا على كل هو في داخل البرلمان تعرفين سيدتي أن البرلمان التونسي برلمان متعدد ومتنوع وفيه العديد من مقاربات وفيه العديد من وجهات النظر من حق البعض أن تكون له تحفظاته ولكن ليس من حق السياسيين أو نواب أن يتهموا رئيس الحكومة الحالي بالخيانة نعتقد أن رئيس الحكومة الحالي هو رئيس له كامل الصلاحية الدستورية وله كامل استقلالية بأن يتصرف وأن يختار وأن يعرض على البرلمان والبرلمان له صلاحية الدستورية أيضا فله أن يمنح الفيقة وله أن يحشب الفيقة ولكن في الأخير البرلمان التونسي قرر بأغلبية معتبرة منح الفيقة لسيد هشام المشيشي وإعطاءه الإمكانية لإنجاز ما معد به في البرلمان من أولويات وطنية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الصحية وإعادة توازنة المالية الصعبة للدولة التونسية نعم واظهر تحدث قليلا عن التجاذبات التي قلت أن قبة البرلمان ربما تجمع أطياف سياسية مختلفة رئيس البرلمان السيد راشد الغنوسي ورئيس حركة النهضة عقب التصويت قال أن البرلمان أظهر أنه قلب السلطة في هذه البلاد من جهة أخرى نستمع إلى تصريح رئيس قلب تونس نبيل القروي الذي قال ماذا قدم الرئيس قيس سعيد للبلاد وأنه سحب ثقة منه سيكون ممكن عبر الدستور من جهتي رئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية حذر في خطابي الأخير كل من كذب ودعا وافترى وقال أنه هو من عيد السيد المشيشي ألا تعتقدون أن هذه المهمة ستكون ربما صعبة ومعقدة أمام هشام المشيشي وحكومته التي هي مطالبة ربما بحل أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية مستقبلا نعم في الإطار الموضوعي والقياس الموضوعي يقول أن سيد هشام المشيشي له صعوبات حقيقية في إدارة وإنجاح عمل حكومته لكن أمامه فرصة أيضا للنجاح وفي ظل هذا التجاذب الموجود على الساحة السياسية النهضة طالبت البارحة بالتهديئة وطالبت كل مكونات الدولة التونسية بالعمل والحوار والاحتكام بالصلاحيات الدستورية كل سلطة لها صلاحيات الدستورية التي منحها إياها دستور 2014 ولذلك على الجميع أن يحتكم إلى هذا الدستور وأن يحتكم لصلاحيات الممنوحة بالدستور وأن يعمل من موقعه على إيجاد قنوات حوار وقنوات تواصل وتوسيع مشتركات بين كل العائلات الوطنية حتى نتجاوز هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد قدر البلاد أن يكون هناك تهديئة وأن يكون هناك حوار وأن يكون هناك تعاقل وأن يكون هناك أيضا توسيع للمشتركات الوطنية وسنعمل نحن من موقعنا كحركة النهضة وكحزب له الأغلبية في داخل البرلمان إذن حركة النهضة اليوم تدعم هذه الحكومة طبعا نحن منحناها فيقة وسنعمل على دعمها ونطالب أيضا الرئيس الحكومة الهشام المشيشي هو نفسه أن يبذل الوسع من أجل أن تكون علاقته بالبرلمان علاقة جيدة ومن أجل أن تكون علاقته بالأحزاب في داخل البرلمان وعلاقته بالكتل في داخل البرلمان علاقة جيدة حتى يستطيع أن يمر القوانينه وحتى يستطيع أن يمر الإصلاحات وحتى يجد الدعم السياسي والدعم البرلماني والدعم الشعبي المطلوب لإنجاح عمل حكومته واضح للتوضيحات شكرا جزيلا أذكر سيد عماد الخميري أناتق رسمي باسم حركة النهضة كذلك رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة